موسيقى من المختبر مع ناجي مجدداً أصدقائي أنا ناجي ومن المختبر برحب فيكم بهالحلقة الجديدة يعني مثل العادة من خلال حلقتنا اليوم رح نتعلم أمور علمية ومفيدة وأيضاً رح نعمل بعض الاختبار المشوكة أصدقائي بحلقتنا اليوم رح نتعلم عن موضوع الجلد تعرفوا الإنسان عنده طبقة على جسمه اسمه الجلد والجلد هو الغطاء الخارجي يلي بيعطي حماية للجسم أمامي هوني مجسم للجلد طبعاً هيدا مجسم كبير لحتالي من خلال هيدا المجسم أنا وأنتم نتعلم شو أهمية الجلد وكيف فينا نحن نحافظ على جلد البشرة بداية الجلد يعتبر أكبر عضو في جسم الإنسان فإذن الجلد هو أكبر عضو في جسم الإنسان وهو بيتكون من ثلاث طبقات رئيسية إذن هناك ثلاث طبقات رئيسية للجلد واحد اتنين ثلاثة رح نتعلمها مع بعضنا البعض أولاً في الطبقة الخارجية الطبقة الخارجية يلي نحن نشوفها يلي نحن نراها وهيدي الطبقة تحتوي على خلايا تسمى خلايا الميلانين فخلايا الميلانين هي مسؤولة عن لون البشرة وهناك أيضاً طبقة تانية يلي هي أيضاً تسمى باطن الجلد أو الجلد الباطنية يلي هي تأتي مباشرة تحت البشرة وهيدي الباطن الجلدي أو باطن البشرة هو بيحتوي على الأعصاب أو النهائيات العصبية للجسم يلي بتخلينا نشعر ونقدر نميز الحرارة وغيرها وأيضاً فيها الغدد الدهنية والغدد العرقية والأوعية الدموية واللمفوية نشوف إذن الأوعية الدموية هي محتوية داخل هذه الطبقة وأيضاً هناك طبقة تالتي يلي هي النسيج التحت الجلدي يسمى النسيج تحت الجلدي وهو يلي تحتوي على الخلايا الدهنية نشوفها هوني للخلايا الدهنية وهي موجودة بالطبقة الثالثة فإذن هذا هو مجسم الجلد للإنسان طبعاً الطبقة الثانية والثالثة نحنا ما منشوفها ولكن نحنا منشوف بس الطبقة الأولى نشوف فوائد الجلد إذن وليس نيزب نحنا نهتم بجلدتنا أو ببشرتنا بداية أهمية الجلد أنه هو خط الدفاع الأول للجسم ضد الميكروبات يعني إذن إحنا ما عنا طبقة جلدية إذا ما عنا البشرة لح تقدر الميكروبات أنه تدخل إلى الجسم بشكل فعال وأيضاً الجلد هو مسؤول أيضاً أنه يحمي الجسم ضد الحرارة فهو مثل عازل للحرارة يلي بيحافظ على حرارة الجسم الداخلية وبالتالي بيحمينا من أشعة الحرارة الخارجية وأيضاً له خواص طب بكتيرية يعني بيمنع البكتيريا أنه تدخل إلى الجسم ومثل ما قلنا الأعصاب الموجودة في الجلد في الطبقة الثانية من الجلد هي اللي بتخلينا نميز بالحرارة إذا كانت الحرارة مرتفعة أو إذا كانت الحرارة متدنية الخلايا العصبية هي اللي بتخلينا نميز بالحرارة وأيضاً للجلد دور أساسي ومهم أنه هو اللي بيكون فيتامين الد فيتامين د يلي هو أساسي لإفراز مادة الميلانين بالبشرة ويلي هو بيخلي جسمنا يحتمي من الأشعة فوق البنفسجية طبعاً خواص مهمة وخواص معقدة وإلى آخرها ولكن من المهم أنه نحن نهتم ببشرة الجسم أو بجلدة الجسم لأنه إذا ماهتمينا فيها إذا لم نتوقع من أشعة الشمس وغيرها ممكن أنه نصاب بأمراض وأحدى الأمراض الكبيرة اللي فينا نصاب فيها مثلاً هي مرض السرطان هناك أيضاً أصدقاء ثلاث أنواع للجلد في الجلد الجاف وطبعاً لما نلمس يعني البشرة منحس أنه الجلد جاف وهيدا الجلد يلي يمكن بيتجعد مع الوقت بسرعة أكثر وبيجف بيكون جاف يعني ما في كتير رطوبة ما في كتير ماء وهناك أيضاً نوع آخر من الجلد وهو الجلد الدسم يلي فيه أيضاً هيداً هيداً جلد يعني كمية كبيرة من الدهون وهو بيفرس كمية كبيرة من الدهون وبيقاوم التغييرات الجوية بصورة أفضل ولكن أيضاً هيداً نوع البشرة الدهنية أيضاً معرض أن يتكون فيها الحبوب والبثور أيضاً هناك نوع فالس من الجلد يلي هو الجلد الطبيعي هو الجلد الطبيعي هو الجلد الناعم المرن يلي ما بيعمل مشاكل وهو عادة إلى حد ما جلد دهني ولكن أيضاً ما بيفرز الحبوب وغيرها من الدهون الكبيرة أصدقائي مثل ما قلت لكم نحن لازم يكون في حماية للجلد في طرق مختلفة لحتى اللي نقدر نحمي الجلد أولاً مهم جداً أنه نحمي جلدنا من أشعة الشمس المباشرة وخاصةً بفصل الصيف مهم جداً أنه نحن نبقى بعيد نبقى ما نتعرض لأشعة الشمس وخاصةً بالفترة فترة الظهر يعني بين الفترة ساعة 10 ويمكن ساعة 4 عصراً أو ساعة 11 و3 عصراً مش لازم نتعرض لأشعة الشمس لأنه إذا تعرضنا لأشعة الشمس لمدة طويلة فهيداً لح يخلي مادة الميلانين تتأثر بالجلد وبالتالي لح نتعرض إلى أمراض نحن يمكن ما منحب أنه نتعرض له لازم دايماً نلبس أو نرتدي القبعة أو البرنيطة نرتدي يمكن قميص دايماً ما نمشي تحت الشمس بلا ما نكون واضعين على أنفسنا شيء للحماية وأيضاً إذا أردنا أنه نكون تحت الشمس لسبب معين لازم نوضع الكريم الواقم من حروب الشمس ونوضعه بانتظام أصدقائي مثل ما قلت لكم هناك طبقة بالجلد يلي فيها منطقة الحواس من سمية هلأ لحعمل أنا وإنتوا اختبار لحتالي نشوف كيف الجلد بيخلينا أنه نميز بالحرارة ومن أجل اختبارنا نحن بحاجة لمواد بسيطة وسهلة جداً بحاجة لثلاث أوعية من الماء ولكن رح أوضع ماء مختلف بالوعاء الأول وضعت ماء بارد يعني وضعت بعض التلج ودوبته في الماء لحتالي أصبح حرارته متدنية بوعاء آخر وضعت ماء ساخن طبعاً مش ماء مغلي ولكن ماء ساخن وبوعاء ثالث وضعت ماء طبيعي بحرارة الغرفة بحرارته الطبيعية اللي حعمله هلأ رح أعمل اختبار التالي وبشجعكم أصدقائي الصغار إذا بتحبوا تعملوا هيدا الاختبار بالبيت طبعاً تستعينوا بأحد الأشخاص الكبار لأنه هيدا اختبار كتير حلو متعلم فيه عن خواص الحواس الجلدية لحقوضع أصبعه بماء البارد والأصبع الآخر بالماء الساخن طبعاً إذا كانت كتير ما يسخني لازم ننطرها لتبرد أحسن ما نحرق أصبعنا نوضع هون إذن ماء بارد وماء ساخن لمدة بعد للعشرة واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة لحرجع أخذ الأصبع هيدا وأوضعه اثنينتهم بالماء الطبيعي وبلاحظ شو كان الفرق اللي صار إنه الأصبع يلي كان بالماء البارد لما وضعته بالماء المعتدل حسيت إنه حرارته ارتفعت بينما حصل العكس مع الأصبع يلي كان بالماء الساخن لما وضعته بالماء المعتدل حسيت إنه حرارة الماء المعتدل أقل بكثير من هذا الأصبع اللي صار هو إنه البشرة يلي فيها الخواص مثل ما قلنا يلي بتخلينا نميز الحرارة أعطت إشارة للدماغ يلي خلتني ميز بالحرارة حرارة الكبيتين أصدقائي حين الوقت هلأ أنتوا بدوركن تحاولوا تعملوا بعض الاختبارات بالبيت مشين هيك رح أعمل اختبار أمامكن وشجعكم تعملوا بالبيت ولكن رجاء مثل العادي طلبوا إذن أحد الأشخاص الكبار وخاصة بالاختبار هيدا يمكن لازم تطلبوا مساعدة أحد الأشخاص الكبار حتى يساعدكم من خلال اختبارنا اليوم رح نتعلم عن قوة أجازبية وأهمية قوة أجازبية لما نحن منحرك الأمور أو منحرك بعض الأغراض بشكل دائري ومن أجل هذا الاختبار أنا صنعت هيدا القطعة الخشبية على هيدا الشكل طبعا فيكن تطلبوا أحد الأشخاص الكبار يصنعها لإلكون ورح أعملوا رح أوضع أول شيء وعاء من البلاستيك وضعت فيه كمية من الماء رح أوضع وعاء البلاستيك على هالحاملة هيدا ورح نجرب إنه نخليها تتحرك بشكل دائري ورح نشوف شو رح تكون النتيجة طبعا بدنا نعمل هيدا الاختبار رويدا رويدا لحتى اللي نتعلم بنتمرن شوية على هيدا الشكل بنشوف كيف إنه الوعاء مش عم بيقلب على الأرض شو عم بيصير طبعا اللي بنتعلموا إنه قوة أجازبية عم بتخلي الوعاء يبقى بمحله وما يوقع وهيدا أهمية قوة أجازبية هلأ رح نحاول إنه نوسع اختبارنا ونجرب إنه نعمل حركة دائرية كاملة حاضرين أصدقائي انتبهوا مظبوط منشوف كيف إنه الوعاء ما وقع شو رح يكون أصدقائي جرب هلأ نحط أكتر من وعاء بركة منحاول إنه نوضع واحد اتنين أحاول أنا أوضع ثلاثة ونشوف كيف رح تكون النتيجة حاضرين أصدقائي طبعا نحنا بنا نعمل هلأ اختبار على ما هلنا ما بدنا نستعجل مثل ما قلت لكم بالأول منحاول إنه نتمرن نتمرن على هيدا الشكل لما منحس حالنا إنه أصبحنا جاهزين وقوة الجاذبية عم تشتغل لأصل إحنا نبرمه على الشكل هيدا وبس بدنا نوقف طبعا منوقف بشكل خفيف مش بسرعة منوقف منوقف على مهلنا مثل ما بدنا نرجع منوقف ونشوف كيف قوة الجاذبية ما خلت الأوعية تلتتا أنه طوقع ولكن حافظت على مكانها أصدقائي كمان اختبار تاني رح نعملو أنا وإنتو يلي أيضا من خلاله رح نتعلم أمور مفيدة رح نتعلم من خلال اختبارنا هيدا عن ضغط الهوائي ورح نشوف كيف هذه الزجاجة شو رح نعمل فيها وكيف رح يأثر عليها الضغط الهوائي الخارجي اللي حاعملو أنه لح أصنع ثقب في أسفل هيدا الزجاجة طبعا هيدا زجاجة من مادة البلاستيك رح أعملو لح أعمل ثقب بالناحية الصلفية السفلية بواسطة الدبوس وطبعا نحنا بنتوقع إذا شلنا الدبوس اللي حيصير طبعا لح المي يسقط إلى الخارج لح المي يتحول إلى الخارج خلينا نشوف شو رح تكون النتيجة إذا شلنا الدبوس منشوف إذا شو حصل منشوف أنه المي بقى في الداخل ما نزل إلى الخارج والسبب هو أنه داخل الزجاجة ما في ضغط هوائي ولكن خارج الزجاجة في ضغط هوائي أقوى من الضغط الهوائي الموجود داخل الزجاجة وبالتالي ضغط الهوائي الموجود في الخارج عم بيضغط على هالماء وعم بيخلي الماء تبقى في الداخل كيف نتأكد من هيدا الشيء؟ نتأكد من هيدا الشيء لما منغير ضغط الهوائي داخل الزجاجة نحن مجرد أنه نفتح غطاء الزجاجة منشوف كيف ضغط الهوائي رح يتغير داخل الزجاجة ورح يدفع الماء إلى الخارج خلينا نشوف شو رح تكون النتيجة لما منرفع غطاء هيدا الزجاجة أو هذا الوعاء نشوف شو صار نشوف كيف الماء عم يندفع إلى الخارج بسبب الضغط الهوائي يلي أصبح من هون تقريبا نفس ضغط الهوائي من الخارج إذا رجعت سكرت منشوف كيف بيرجع بوقف الاندفاع كيف اندفاع الماء بيرجع بوقف لما بفتح برجع بسمح للضغط الهوائي يدخل وبالتالي منشوف كيف الماء عم تندفع إلى خارج أصدقائي مثل العادة حين الوقت هلأ حتى أنتوا بدوركم تحاولوا أنه تفكروا وتجيوبوا عن سؤال الحلقة بما أنه حلقتنا اليوم كان موضوع عن الجلد رح أسألكم سؤال عن هذا الموضوع ومثل العادة بدي ييكون لعندي على المختبر على العنوين يلي عم تظهر أمامكم على الشاشة ترسلولي الأجوبة وأنا متأكد أنكم كلكم لح ترسلولي الأجوبة الصحيحة سؤال نهيين وبسيط جدا عن الجلد بدي ييكون أصدقائي تعددوا ثلاث فوائد للجلد مثل ما قلنا الجلد عنده فوائد مهمة بدي ييكون تعددوا لي فلاث فوائد للجلد يلا بسرعة فكروا عملوا البحث العلمي ولا عندي على المختبر أنا بانتظار أجوبتكن أصدقائي حلقتنا لليوم انتهت ولكن طبعا لقاءاتنا مستمرة بحلقات جديدة وباختبارات مشوكة أنا لليوم رح ودعكن على موعد قريب جدا مع بعضنا البعض انتظرونا إلى اللقاء اشتركوا في القناة